ما هي المقاومات التي تملكونها والتي تجعلكم موثقون من تحقيق ما فشلت الحكومات التركية في القيام به منذ العام 83 وحتى الان لقد تولينا مقاريد الحكم كحكومة تتحلى بالحماس والعزم وكنا نعرف مشاكل التركية وقضاياها وتعاملنا معها بحزم وأهم هذه الأمور البطالة والفقر والفساد وعلاقات تركيا بالبلدان الأخرى ومسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي نحن قمنا بخطوات هامة جدا في معظم هذه القضايا ما هي أهم هذه الخطوات؟ نجحنا في مسيرة الاتحاد الأوروبي أي نجحنا في مرحلة السابع عشر من ديسمبر ومن ثم حققنا النجاح في مرحلة الثالث من أكتوبر أما الآن فوصلنا مرحلة التمشيط والمفاوضات والتي تسمى شراكة الانضمام للاتحاد وحول هذه الشراكة يواصل الزملاء القيام بأعمال موفقة جدا ونحن نؤمن بأننا وبشكل تضامني مع مؤسساتنا سنحقق النجاح بالشكل المثالي وسنتبوأ مكانتنا داخل عائلة الاتحاد الأوروبي هل يمكن أن تقولي بالأرقام والإحصاءات القريبة كيف تسلمت تركيا قبل ثلاث سنوات على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي على الصعيد الاجتماعي أشكركم جدا فإن هذه ستكون فرصة جيدة لي أمام كل مشاهدين في قطر والبلدان الأخرى لبيان حقيقة الوضع عندما تولينا مقاليد الحكم كانت نسبة التضخم في تركيا أربعا وثلاثين في المئة ولكن خلال فترة ثلاث سنوات الأخيرة انخفضت هذه النسبة إلى ما دون ثمان في المئة وآخر نسبة هي سبع واثنان وخمسين بالمئة كيف تمكنت من تحقيق هذا تحديدا فيما يتعلق بالتضخم؟ في هذا الموضوع توجد علاقة مع معدل الفائدة وعدم التراجع أبدا عن البرنامج الاقتصادي المطبق والالتزام بالنظام المالي وهي أمور تصرفنا بحساسية كبيرة فيها مثلا عندما تولينا الحكم كانت معدلات الفائدة عالية جدا نسبة الفائدة الإسمية كانت سبعين في المئة أما الآن فانخفضت إلى أربع عشرة في المئة والفائدة السوقية كانت في حدود أربع وثلاثين في المئة خمسة وثلاثين في المئة أما الآن فأصبحت تتراوح ما بين ثمان وتسع وسبع في المئة وهذا جعل نسبة النمو الاقتصادي في تركيا تصل إلى ثمان في المئة في السنوات الثلاثة الأخيرة وهذا جلب الاستقرار وإلى جانب ذلك هدفنا لهذا العام الوصول إلى نسبة خمس في المئة وسنحقيقه أيضا بنفس الشكل أما حجم الديون فقد كان واحدا وتسعين في المئة أما الآن فقد انخفض إلى ما شكل نسبة ثلاث وستين فاصل أربعة في المئة فقط من الناتج القومي الإجمالي وصادراتنا وصلت إلى مستوى تفوق فيه الاثنين وسبعين مليار دولار وأصبح حجم تجارتنا الخارجية في حدود مئة وتسعين مئة وخمسة وتسعين مليار دولار وفي السياحة حققنا انطلاقات هائلة فقد كان عدد السياح الذين يفيدون إلى تركيا عند تولينا الحكم حوالي تسع ملايين سايح أما الآن فقد فاق عدد السياح القادمين إلى تركيا العشرين مليون سايح سنويا وباتت القدرة الاستيعابية للأسرة السياحية عاجزة عن تلبية الحاجة وأصبحت تركيا دولة معروفة باستقرارها وموثوقا بها عالميا وفي مجال الخصخص حققنا نجاح الأكبر في السنوات العشر الأخيرة وكل ذلك كان له إسهام إيجابي وهام في انخفاض معدل التضخم وزيادة معدل النمو في تركيا وفي نفس الوقت دخلت تركيا في استثمارات جادة سواء في البنى التحتية أو الفوقية في التعليم والصحة والمواصلات والإسكان الجماعي حيث بلغ عدد المساكن الجاهزة التي شرعنا في بنائها منذ ثلاث سنوات وحتى نهاية هذا العام 150 ألف مسكن وسيكون عدد المساكن المسلمة فعليا لمستحقها حتى نهاية العام 56 ألف مسكن وحققنا ذلك عن طريق مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء تمكن المواطنة من الحصول على مسكن مناسب بدفع ثمنه على أقصاط شهرية بدون فوائد تتراوح مدتها ما بين 10-15-20 سنة وهذه الإنجازات أدت إلى انتعاش جاد في السوق أما أسعار العقارات التركية فقد شهدت ارتفاعا كبيرا ومع ذلك نحن نبيعها بسعر رخيص عن طريق إدارة الإسكان الجماعي هل يمكن أن توجز لي كيف استطعت ما هي الاستراتيجية التي نهجتها لتحقيق هذه النجاحات خلال هذه السلوات السلام هنا أؤمن بأمور ثلاثة أولها إدارة الإنسان ثانيها إدارة المعلومات وثالثها إدارة الأموال عند نجاحكم في هذه الأمور الثلاثة فإنكم ستحققون نتائج هائلة ونحن الآن في الطريق إلى تحقيق ذلك وعندما نحققه بالكامل سيرتفع معدل نجاحنا أكثر هذا هو الحدث من بين الأشياء التي ذكرتها أنك قلصت الدين لكن التقارير تشير إلى أن الدين تركيا الخارجي يقدر بحوالي 180 مليار دولار من المتسبب في هذا الدين وكيف ستعالج هذه المعضلة ليس من المهم حجم الدين المهم نسبة هذا الدين في الناتج القومي الإجمالي فالدولة الأكثر مديونية في العالم حاليا هي أمريكا وإذا سألنا عن دولة أخرى تكون أكثر مديونية في العالم فهي اليابان ولكن لا ننظر إلى حجم هذا الدين ونخدع أنفسنا فنحن سننظر إلى نسبة هذا الدين في الناتج القومي الإجمالي وحتى في معايير مأسر يخت لدى الاتحاد الأوروبي فإن المهم هو النسبة وليس الحجم فإذا كانت نسبة الدين أقل من 60% من الناتج القومي عندها يكون الوضع جيدا ولكن إذا كانت النسبة تفوق 60% فإن حجم الديون لديكم ليس على ما يرام ونحن استلمنا الاقتصاد ونسبة الديون فيه 91% أما الآن فهذه النسبة انخفضت إلى 63% وهذا يعني أننا في طريق جيد ويعني أيضا أننا قد ننخفض إلى ما دونها حتى نهاية العام ما هي استراتيجياتك في علاج قضية الفقر في تركيا وأنت قلت أنها كانت من الأشياء الأساسية التي سعيت لعلاجها دولتنا قبل كل شيء هي دولة اجتماعية نحن نخلق مجالات للعمل مثلا في هذا العام فقط وحتى نهاية الشهر يونيو الماضي مكننا 524 ألف مواطن يرغبون في ممارسة عمل من تحقيق رغبتهم هذه وهذا تطور عندما تولينا مقاليد الحكم كان معدل البطالة 11.7% أما الآن فقد انخفض هذا المعدل إلى 9.7% وهذا ليس انخفاضا كبيرا ولكنه تطور إيجابي والسبب الوحيد للخطوات التي قمنا بها في قطاع الإنشاءات هو زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة وخفض البطالة سيقلل الفقر بالضرورة وإلى جانب ذلك شجعنا آليات التضامن الاجتماعي مثلا أحدى وزارات الدولة حاليا تشرف على صندوق التضامن والتعاون الاجتماعي ومن هنا نقدم المساعدة لمواطنين الفقراء والمعوزين ويتم دفع أجرة شهرية لهم وإعطاؤهم الفحم وتقديم المنح للطلبة وتقديم قروض كمساعدات وتوزيع الكتب مجانا على طلبة مراحل التعليم الإلزامي ويتم تقديم مساعدات كبيرة للمستشفيات ودعمنا قوي في مجال الضمان الاجتماعي ونقوم بتوزيع البطاقات الخضراء على مثل هؤلاء الفقراء وحاليا وزعنا حوالي عشرة ملايين بطاقة خضراء ومواطنون من ذوي البطاقات الخضراء يحصلون على خدمات مجانية من المستشفيات ولديهم إمكانية الحصول على الأدوية بدفع نسبة 20% فقط من ثمنها النقطة هنا كيف استطعت أن توفر الأموال من أجل دعم هؤلاء من أي بنود الميزانية من الميزانية مباشرة من الميزانية نخصص لهم المدفوعات اقتطعتها من أي قوانب الميزانية وكانت الدولة تعيش معاناة اقتصادية قبل أن تتولى السلطة هناك بنود في ميزانية دولتنا تخصص المساعدات كما تخصص مدفوعات الاستثمار فهناك حكم يأمر دولة القانون ديمقراطية العلمانية الاجتماعية في تركيا باستقطاع مخصصات لمساعدات المواطنين ولا يوجد أي عائق قانوني يمنع ذلك سبق أن وصفت سنوات العدالة والتنمية الثلاث بأنها بمثابة ثورة صامتة اشتاحت الأناظول نظفته من صورته المعتمة ما هي معالم هذه الثورة؟ وماذا كان الوجه المعتم للأناظول؟ وما هو الوجه المضيء الآن؟ علي أن أشرح ذلك من خلال عدة عنوين أولها التعليم ثانيها الصحة وثالثها العدالة ورابعها الأمن والمواصلات والإسكان الجماعي والزراعة في التعليم نفذنا خطوة غير مسبوقة فقد أنشأنا ستين ألف قاعة دراسية في مختلف أرجاء تركيا هذا لم يحدث في تاريخ الجمهورية هذا خلال ثلاث سنوات فقط؟ نعم خلال ثلاث سنوات وحتى نهاية هذا العام لن تبقى أي مدرسة غير موصولة بشبكة الإنترنت في تركيا وكذلك نقوم بفتح قاعات دراسية خاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في كافة مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط وحتى نهاية العام وعلى الأكثر في الربع الأول لعام 2006 سنفتتح هذه القاعات الدراسية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات وهذا يعني تزويدها بثلاثمائة وعشرين ألف جهاز كمبيوتر وكل الطلبة المتخرجين من هذه المدارس سيكون لديهم القدرة على استخدام الكمبيوتر بشكل جيد وخطوة أخرى في التعليم أيضا أننا بدأنا حملة تسمى هيا يا فتيات إلى المدرسة لأن نحو سبعمائة ألف فتاة لم تلتحق بالمدارس في تركيا وتشجيعا لهذه الحملة نقوم بتقديم مساعدات مالية للفتيات وعائلاتهم ولكن ندفع للفتيات أكثر من الأولاد ولا ندفع المال للطفل مباشرة بل نفتح حسابا باسم الأم في أحد البنوك ونودعها هناك والأم أكثر عطفا على الطفل الأب عطوف أيضا ولكن ليس مثل الأم ولهذا كلفنا الأم بسحب هذا المال من البنك وأنفاقه على تعليم الأطفال وكل ذلك لتسهم الأم في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس ونواصل تطبيق هذا الأمر ومن ناحية أخرى نقدم منحا مالية للطالبة الجامعيين أيضا ولا يوجد أي طالب جامعي لا يستطيع الحصول على ملحة مالية للدراسة في تركيا فكل طالب يتقدم إلينا يحصل على هذه المساعدة كما أننا أيضا نقدم الكتب الدراسية مجانا وعندما تولينا الحكم كان هناك نقص كبير في المعلمين ولكننا سددنا العجزة بدرجة كبيرة وإن بقي نقص قليل لغاية الآن نسعى لمعالجته حاليا وإلى حين مجيئنا للحكم كانت ميزانية التعليم من أقل ميزانية الدولة أما الآن فهي أول بند في ميزانية الدولة وأصبحت مخصصات التعليم هي الأكبر في الميزانية